سبب وجودنا هنا هو أننا كنا نشتغل كأطر إدارة طربوية منذ تسعينة ونظرا لتعدد المهام وتدخلها ونظرا لمجموعة من المطالب اشتغلنا في النقابة كثيرا ثم انتقلنا لتأسيس الجمعيات المهنية ثلاثة ديال الجمعيات الجمعية الوطنية لمديرات ومدير التعليم الابتدائي ثم مديرات ومدير مديرات الثانويات العمومية بالمغرب ثم جمعيات الحرس العامين والنضار ورؤساء الأشغال ومدير الدراسة وذلك للمطالبة بتحسين أوضاع أطر إدارة طربوية بتحديد المهام بمنح هذه الأطر التي أفنت عمرها خدمة للوطن وخدمة للمستقبل مطالبة بتخصيص إطار لها يعفيها من التكليف بالمهام ونظام الصخرى الذي عمر كثيرا اشتغلنا مع مجموعة من الوزراء وكيدنا أن نصل إلى الهدف ووصلنا من خلال جلسات طويلة جدا مع الوزير المرحوم السيد الوفا ووعدنا بفتح مسلك الإدارة الطربوية وتطوير خدمات الإدارة الطربوية ورفع الحيفو الإقصاء الذي عمره طويلا كان واحد المطلب الأساسي لكل شيء تفهمه وهو ما يسمى بإطار متصرف طربوي وفعلا تم الاتفاق على هذا المطلب وتخذت واحد تجارب كبلجيكا، كإسبانيا، كتونس والجزائر وتشكلت واحد اللجنة التي تسميت باللجنة الموضوعاتية التي اجتمعت كثير من 17 اجتماع داخل دولي بالوزراء وكان معنا في واحد المجموعة عادية مسؤولين داخل الوزراء وتتم الاتفاق على واحد المجموعة عادية للمخرجات كيفية الوروج إلى المسلاك التخرج إلى آخره وفعلا توجى هذا العمل لكالهدف منه كله هو الارتقاء بجودة التعلومات والحافظ على هوية المدرسة الوطنية العمومية والوطنية لأننا نحن وطنيين ونحب هذا الوطن وكان أن الاتفاق وقع بين سيد وزير التعليم سعيد أمزازي بمعية النقبات الخمسة الأكثر تمتيلية يتعلق بإسناد إطار متصرف الطربوي لجميع هيئة الإدارة الطربوية كل من موقعه يعني الناس دي الإسناد بسنة يعني ابتداء من واحد سعود 2015 بسنتين جازية في هيتين وفعلا تمشى هذا الاتفاق وبقينا كنشتغلوه حتى من الاتحال على المعاش 2020 أو قبل ثم جاء هذا الوزير الآن لكي سير هذا القطع لهو أهم قطع داخل الوطن لأنه بدون تعليم ليس هناك مجتمع لأنه هو التنمية الحائقة لدى العنصر البشري ولكن الذي يؤسف إليه بأن هذا الوزير بالليجا قام بقرصنة هذا الاتفاق وأننا حرمنا من هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر